نسمع مع بعض اللي بيتكلمه دولة اتنين ربوات يهود بيحاولوا ينكروا انه نبوة زكريا النبي صحح 9 عدد 9 اللي هي هو زا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان ده ليست عن المسيح أصلا هسمعكم حاجة صورنا وترجمها لكم أيضا وبعد كده هكمل في كلام فطبعا بيقولها وهو بيسخر اليهود بعد كل العقاب اللي ربنا سمح ان هما يتعرضوا لي برضو لسه الغاية دلوقتي بيسخر ما علينا فعلا شعب غليز الرقبة فهو بيقول انه النبوة اللي موجودة في سفر زكريا صحح 9 عدد 9 ويقراها بالكامل ان هي خدها العهد الجديد وحيقرا من العهد الجديد هذا always makes me laugh Rabbi Skobak I'm sorry it is one of the funniest passages I agree this is Matthew chapter 21 verses 8 to 10 and a very great multitude spread their clothes on the road cut down branches from the trees and spread them on the road and then the multitudes who went before and those who followed cried out saying Hosanna to the son of David blessed is he who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest and when he had come into Jerusalem all the city was moved فهو بيقول ان الجزء ده اقتبس وانجيل ماتة البشير صحح 21 واخد من النبوة وفهو ماعتبر ان ده يعني بيسخر منه بيقول الكلام ده غلط انه يدقال على يسوع اللي هو التاريخي saying who is this see that cut out my favorite bit are we going to get to my favorite bit because you know what my favorite bit is oh I suspect I know what you're referring to we'll get there we'll get there now the messianic prophecy fulfilled is greeted with rejoicing in Jerusalem ok so you know there's going to be a lot of double dipping in Zechariah chapter 9 here I think they squeeze a half a dozen at least so the prophets you fulfill that in this verse so this بيقول هنا يعني المسيحيين بيدعون تسع النبوات ست نبوات اكتملت وحنا الحقيقة حناعرف ان هما اكتر من ستة اكتملوا في هذا العد again we're going to ring our bell here and say this is again one of those few times where the list maker actually stumbled on هنا بيقول حدق جرس وحوضح حاجة دي حالة من الحالات القليلة انه العهد جديد يعني فعلا اقتبس من نبوة ميسيانية يعني بيقول حقيقي عمود أساسي يعني صحيحة يعني بيقول ان النبوة دي فعلا نبوة حقيقية صحيحة أساسية من النبوات اللي يؤمن بيها اليهود ولا يختلفوا في هذا انها النبوة عن المسايا مرة تانية سمعكم الجزء ده علشان يعني تسمعوا اليهود بنفسهم بيقولوا ايه بغ من هما بيرفضوا ان هي عن المسيح ولكن بيقولوا ايه عن النبوة في العهد الأديم اوهر عمود دول دي بيقولوا فعلا بيقولوا الحقيقة نبوة حقيقية عن المسايا حسب إيمان اليهود وأغلب اليهود يؤمن أن يدفع للنبوة من النبوات الواضحة في العهد الأديم عن شخصية المسايا هذا إيمان اليهود نبوة حقيقية عن شخصية المسيح عشان لما يأتي واحد تاني يقول أن اليهود قالوا أن هذه نبوة عن ملك أرضي ولا حدث تاريخي لا اليهود يؤمنوا أن هذا الكلام نبوة عن المسايا هو كل الموضوع عند اليهود كثير من اليهود آمنوا بالرب يسوع المسيح وقبلوا ربنا ومخلصا أنه هو المسايا المنتظرينه كل من اليهود اللي هما لسا موجودين وحتى الآن أحفادهم موجودين اللي رفضوا أن يسوع النصري هو المسايا المنتظرينه معايا؟ يعني دي نبوة صحيحة آه عن المسايا أيوة لكن بيقولوا أن هي ما تنطبقش على يسوع النصري هي دي النقطة اليهودية لكن بيقولوا إشكاليتهم أن هي ليه ما تنفعش على يسوع الناصري لأنه بيتكلم في النبوة دي عن حد لسه هيجي طب ما هو زكريا من 2500 سنة وبيقول حيملك في وقت يكون فيه سلام عالمي فبيقول هي ده بس مش عدد ده يعني بيشرح موقف بيشرح حالة عامة حيكون شكل العالم شكله إيه لما ييجي المسايا وحيتدي يقول أعداد تشبه نفس الفكر خلونا نبدأ مع بعض عشان الوقت يعني قليل والموضوع فعلا طويل قوي فحاول أسرع في كلام مش بس اليهود لكن خد من اليهود بعض الأخوة الأحباء الغير مسيحيين ملحدين وحاولوا يدعوا أنه نبوة زكريا 9-9 ابتهجي جدا يا ابنك صهيون اهتفي يا بنت أرشالين هو زى مالكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتاك فبيقولوا أن الكلام ده ليس عن المسيح أنك زكريا يتضح هدفه في عدد عشرة أنه ليس عن المسيح يعني اسمعتوا كلام اليهود بيقولوا إيه وسمعته لكم في الأول لأن الملحدين لما سمعوا الكلام ده حوروا وقالوا أن الكلام ده ليس عن المسيح خالص اليهود بيقول أن الكلام ده عن المسيح ولكن هم من بيعتبروا يسوع النصير ليس هو المسيح اليهود أحفاد اللي ما أمنوش بالرب يسوع المسيح رغم أنه أغلبهم أمنوا به لكن الملحدين لما بدأوا يقولوا الشبهة دي كان هدفهم إيه وهو ده النقطة اللي فعلا فعلا مهمة بالنسبة لي قالوا أن ده من وجهة نظر الحادية ملحد يرفض وجود أهتماما خالق فالملحدين لما قالوا الشبهة دي ليه قالوها ليه خدوها من اليهود ونقلوها ليه خدوها من اليهود وجرحوا وغيروا فيها شوية حاجات ونقلوها للهدف الأكي يعفو أن وجود نبوات عن الرب يسوع المسيح مكتوبة بمئات السنين قبل ميلاده هذه النبوات اللي تتنبأ بأحداث حياته بدقة شديدة مثل حادثة دخوله على جحش ابن أتان إلى أرشاليم وغيرها من النبوات اللي تنبأت عن مواقف دقيقة جدا جدا عن حياة المسيح قبل ما جئوا بعدة قرون بيسموا ده معجزة المعجزات معجزة ما ينفعش تبقى تحصل بالصدفة أن تتكتب نبوات عن شخص قبل ما ييجي بهذه الدق وفعلا ما تكررتش مع حد تاني غير الرب يسوع المسيح لا بوزا لا كريشنا لا محمد لا حورس ولا غيره يوجد نبوات تكتبت عن تفاصيل حياته بمنتهى الدقة قبل ما ييجي وانطبقت عليه بالكان معايا فالملحدين بالنسبة لهم أنه يوجد شيء بمثل هذا الوصف ده معجزة المعجزات على حد تعبرهم ولو لما فيش فعلا إله زي ما هم بيؤمنوا مستحيل إن يكون ده شيء حصل بالصدفة معايا وبخاصة إنها ما حصلتش مع أي حد تاني فدي احتمالية من الاتنين لو النبوات دي صح يبقى فعلا فيه إله خالق إله المسيحية اللي فعلا يؤكد صدق النبوات دي لما تنطبق على المسيح بصدق المسيحية ووجود إله خالق ووجود كل حاجة قال عليها وصدق كلام الكتاب المقدس لأن وحي الله القدوس وده يشهد على وجود الإله الخالق يعني كل الفكر اللي حدي خطأ معايا فما عندهمش حل من اتنين غير يا إما يعترفوا بوجود الإله الخالق ده لأن النبوة دليل على وجوده واضحة لا تقبل الجدل يا إما يشككوا في النبوات واحدة تلو الأخرى علشان يحاولوا أنه ينفوا عمود مهم في إثبات المسيحية والكتاب المقدس ووجود إله ويبقى كده هم من ضميرهم مستريح أنهم لما اختاروا الإلحاد ده كان اختيار صح اللي فهمني في الهدف ده لأنه هدف مهم جدا يكتب لي سبعة اللي عايزني أقص أو أضح لهم مرة تانية ليه الملحدين بيأخدوا من كلام اليهود وبينقلوا هذا الأمر يكتب لي خمسة ونشرح مرة تانية فهمتوني جميل اللي فهمني عايز أكمل حاجة مهمة خلي بال حضرتك أنت أي واحد حتى لو ما تعرفش أي شيء تماما على الفكر الإلحادي ممكن تهدلهم تماما فكرهم الإلحادي لو ركزت عن النبوات مش محتاج تبقى بروفيسور علمي متخصص جدا عشان ترد على الإلحاد لو عرفت تدرس كتابك المقدس كويس وعرفت تفهم النبوات اللي موجودة في العهد الأديم وانطبقها في العهد جديد أنت تقدر ترد على أدخل ملحد لأنهم مش عارف يرد عليك معايا صدق النبوات اللي اتكتبت قبل مجيء المسيح واللي انطبقت عليه منتهى الدقة تؤكد وجود إله خالق هو إله المسيحية وكلامه في الكتاب المقدس ده وحيه فعلا الحقيقي والكتاب المقدس ده كتاب صحيح وفعلا المسيح هو الله الخالق اللي فعلا سبق وأخبر عن مجيءه بكل هذه التفاصيل معايا نبتدي مع بعض الموضوع الفكرة نفسها اللي بيقدموها المشاككين هي خطأ ليه لأن المبشرين الأربعة واليهود نفسهم بيوضحوا ان هي نبوة ولكن المبشرين الأربعة متى البشير ومرقص البشير ولوء البشير ويحنى البشير وضحوا ان هي انطبقة عن المسيح وذكروا تاريخيا حدوثها يعني نبوة اليهود قالوا دي نبوة عن المسايا وسمعتكم اليهود نفسهم بيقولوا ان دي نبوة جنوى عن المسايا ودي حصلت تاريخيا عن المسيح يسوع المسيح ايه اكتر من كده هو ده الوحده كافي بالرد على كل الموضوع من بدايته اليهود بيقول ان دي نبوة عن المسايا وتاريخيا النبوة دي حصل مع المسيح وما حصلتش مع حد تاني حد يقدر يقدم دليل عكسي لكن نكمل مع بعض بل ما هو أكثر من ذلك أن زكريا النبي نفسه يتكلم أن الدينه هو مستقبلية عن زمن زكريا وليس حدث في زمانه عشان كده أبدأ بالجزء الأولاني أبدأ بالعهد القديم ندرس مع بعض زكريا بيقول إيه وصياق الكلام بيقول إيه وإيه قصة السلام اللي بيقولوا عليه والكلام دا كله زكريا النبي خدم إمتى في العهد القديم زكريا النبي بدأ من 520 قبل الميلاد إلى 480 قبل الميلاد يعني بخمس كورون تقريبا قبل ميلاد الرب يسوع المسيح أوكي دا الكلام دا لو حد عايز يتأكد منه ويتأكد من كلام الكتاب المقدس وفعلا أن زكريا كان عايش في هذا الزمان يقدر يرجع إلى قانونية سفر زكريا أو كتاب رجاء محبة محدش يكتب للتعلاقات كتير على التكست في فترة أسئلة اسأله ما تشاءه لأن أنا مبصش كتير على التكست عشان بس التشويش فزكريا النبي في فترة الهيكل الثاني وواضح من سياق كلامه أنه هو بيتكلم على الهيكل الثاني زكريا النبي لا يتكلم عن ملك في زمانه لأن في زمان زكريا النبي ما كانش فيه هناك ملك يهودي مستقل معايا لا فيه أرشاليم مملكة الجنوب ولا فيه إفرايم مملكة الشمال فمن أول السبي شوري سنة 722 قبل الميلاد يعني قبل زكريا بثلاث قرون ما كانش فيه ملك في المملكة الشمالية لأن سعطها تم السبي بتاع المملكة الشمالية متابعيني تاريخيا وبعدها أيضا من سنة 586 قبل الميلاد يعني قبل زكريا تم السبي بابلي لمملكة الجنوب ولم يقل يقم أي ملك مستقل في الجنوب بعد ذلك فمن ساب يهويا كين قلت سابة وبعدها في الرجوع من السابي زي زور بابل كان تحت الإشراف الفارسي ماديو فارس استمر هذا الأمر لغاية زمان يونان 330 قبل الميلاد وخضع اليهود تحت إشراف اليونان بعد ماديو فارس ومن بعد دهر الرومان لغاية مجاء المسيح ابن داود في زمن الرومان ملك الملوك ورب الأربع فلا يوجد ملك واحد يهودي دخل فعلا أرشاليم وانطبق عليه كلام زكريا من ساعة زكريا لغاية الرب يسوع المسيح ولا حتى بعد الرب يسوع المسيح لماذا؟ لأن بعد زمن الرب يسوع المسيح ماذا حصل؟ خراب أرشاليم سنة سبعين ميلادية السورات اللي حصلت وبعدها خراب أرشاليم سبعين ميلادية بعدها تفرق اليهود بالكامل في العالم بالكامل وما رجعوش لغاية سنة 1948 ميلادية صح؟ حد يقول لي ملك آخر يهودي من ساعة مزاكرية قال الكلام ده بخمس قرون قبل الميلاد حصل مع الموضوع الإجابة لا يوجد الغريبة أن تسمعوا اليهود دولة لأنا سمعته لكم الربوات اليهود اللي بيتكلموا عن النبوة دي يعترضوا على أن المسيحيين يقولوا ده انطبق على المسيح في مجيء الأول وحينطبق عليه مرة تانية في مجيء الثاني في المستقبل فيقولوا المسيحيين يهربوا بالكلام في المستقبل رغم أن اليهود نفسهم عشان يهربوا من أن النبوة ده انطبقت على يسوع الناصري يهربوا يقولوا لا ده حتنطبق على المسايا بتاعنا في المستقبل فاهميني يعني يعيبوا على المسيحيين لما المسيحيين يتكلموا على المجيء التاني لرب يسوع المسيح في المستقبل رغم أن اليهود نفسهم لما يتسئلوا طب فين النبوة ده تحققت يقولوا لا ده لسه حتتحقق في المستقبل يعني يكيلوا بميكيالين لكن في أول نقطة أقولها بوضوح لا يوجد ملك انطبقت عليه هذه النبوة من ساعة كلام زكريا وحتى الآن إلا ابن داود الملك يسوع المسيح اللي فعلا قالوله مبارك الآتي باسم الرب ندرس سياق كلام زكريا النبي بيقول إيه سفر زكريا صحاح تسعة يبدأ الصحاح بإعلان أنه ده وحي نبوة يبدأ الصحاح بتعبير وحي كلمة الرب فالكلام هنا وحي يعني نبوة عن حاجات متعددة عن أحداث مستقبلية طبعا مش أشياء في الماضي زي ما قالوا بعض المشاككين يعني نقلوا من كلام اليهود ولكن غيروا كمان في كلام اليهود ودلسوا اللي أنا سمعته لكم ما علينا فزكريا في القرن الخامس قبل الميلاد يذكر حاجاتها تحصل في المستقبل كلها قبل ما جاء الملك الوديع ملك السلام والغاية ما يأتي ملك السلام ده طب لما نتابع الأحداث اللي بيقولها زكريا هنلاقي حقيقة سياق الكلام في الإصحاح ده مهم جدا في إثبات النبوة دي هي فعلا على الرب يسوع المسيح وما تنفعش حتى تكون على حد بعد الرب يسوع المسيح رح نفهم ليه يقول في البداية وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محلة لأن الرب عين الإنسان تعبير ده للرب اللي يشبهه بعين الإنسان وكل أسرائيل حما أيضا تتآخمها وصور وصيدون وإنتكن حكيمة جدا وقد بنت صور حصنها لنفسها وكوامت الفضة كالطراب والزهب كالطين الأسواق هو السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بنار بقى النار ترى إشقالون فتخاف وغزة فتتوجع جدا وعقرون أنه يخزيها انتظارها والملك يبيد من غزة وإشقالون تسكن ويسكن في أشدود زنيم وأقطع كبرياء الفلسطينيين وأنزع دماؤه من فمه ورجزه من بين أسنانه فهو أيضا لإلهنا ويكون كأميرا في يهوزة وعقرون كيابوسي حل حول بيتي بسبب الجيش الزاهب والقائب فلا يعبر عليهم أحد بعد جاب الجزية فإني الآن رأيت بعين كويس زكريا بيقول إيه بغاية دلوقتي في سياق الكلام زكريا بيقول بعض النبوات النبوات دي معظمها اللي قبل ما يبتدي يتكلم على الملك الوديع في عدد تسعة النبوات دي معظمها انطبقت فيه زمن الإسكندر الأكبر من مدن سوريا وفي نقية وفعلا الإسكندر الأكبر هزم عدد من مدن سوريا منها حضراخ اللي على نهر الأورنمنت مش بعيدة عن حما ولكن عينه كانت على دمشق عاصمة سوريا وفعلا لما حصل الموقف ده كان فيه رعب بسبب انتصاراته سحبت أعي البني إسرائيل إلى ربنا تدو يصل لربنا وربنا فعلا أنقذهم زي ما بيقول زكريا أما بالنسبة لحما وهي بجوار دمشق سقطت فعلا على يد الإسكندر الأكبر وبعد ما دخل الإسكندر الأكبر سوريا وأخضع صور الغنية زي ما كان بيقول العدد بالظبط في هذا الزمان كانت غنية جدا لدرجة بيشبهها العدد أنه الفضة كانت زي التراب والدهب كابتين بلا سمن ولكن لما جه يهجم عليهم الإسكندر الأكبر اضطروا يتحصنوا في الجزيرة بتاعتهم لأن الصور في هذا الزمان كانت ساحل وكانت جزيرة فلما جه يهجم عليهم الإسكندر الأكبر سابوا المدينة الساحلية رغم أن فيها حصون قوية وجروا على الجزيرة فإسكندر الأكبر لم يعرف يفتح المدينة حرقها وكسرها وألقى بحجرتها في البحر الأبيض المتوسط وأنشأ بي حجرة المدينة رصيف ووصلوا لغاية الجزيرة وعبر لغاية الجزيرة وانهارت قداما الكلام اللي بيقوله زكريا النبي ما يشهد على صدقه هو قاله في القرن الخامس والجزء الأولاني قبل ما نوصل للنبوة عن الملك الوديع الجزء الأولاني انطبق تماما فيه زمن الإسكندر الأكبر وما بعد ثم عدد الخمس مدن اللي يعدد خمس مدن مدن فلسطينية يقول أشقلون وعكرون وهكذا فيذكر أشقلون وغزة وعكرون وإشدود وما ذكرش الخمسة اللي هي جت لأن جت بعد ما خربت على يد عزية في اتنين أخبار 26 غالبا ما تبنيتش تاني لما عمل الكلام ده اسكندر الأكبر فيه دمشق وفيه سور خافت أشقلون توجعت غزة أيضا عكرون كل دولة المدن الفلسطينية خافة رغم الكلام ليه معاني روحية كتيرة بس مش ده هدفي مش هدخل فيه الآن المهم بعد كده يتكلم على موقف اليونان والرومان في زمن المكابيين أنه بعد ما يعمل الاسكندر الأكبر ده فيه دمشق وفيه سور وفيه المدن الفلسطينية يفضل بقى جيوش رايحة وجيوش جاية جيوش جاية جيوش رايحة وجيوش جاية وبسناء كل هذا الكلام ربنا محافظ على شعبه شعب إسرائيل فيقول وأحول وأحل حول بيتي بسبب الجيش الزاهب والقائب يعني أفضل محافظ على شعبه رغم أن هم انضعاف لكن أفضل محافظ عليهم رغم أن الجيوش رايحة عليهم وجيوش جاية عليهم وفعلا الاسكندر الأكبر بعد كده ييجي تتقسم الجيوش بتاعته الأربعة وبعد كده ييجوا بعدها الرومان وبعد كده يتقسم يوليوس قيسر وبعدها اسمهمين أوكتافيوس وبطليموس وكل الحاجات دي كلها كيوش رايحة جاية في المنطقة دي فعلا وكلها وربنا محافظ على شعبه إسرائيل رغم بقية الشعوب خلاص كلها اتدمرت ليه؟ لأن بيقول الآن رأيت بعيني فالجيوش تروح وتذهب من يونان ثم رومان وهكذا وربنا محافظ على شعبه مايمسهوش حد من الجيوش اللي عبرها ده حصل بالتفصيل فيامل اسكندر الأكبر وبعد كده بالزبط حصل بعدها فالكلام الأولاني حصل في زمن اسكندر الأكبر بعد زكريا بقرنين من الزمان ده يأكد صدق كلامه أيضا حصلت قبل مجيء المسيح الجيوش دي كلها وجاد فعلا في زمن المكابيين وبرضو زي ما ربنا قال حافظ فعلا على شعبه ووصلنا خلاص لما زمن قبل مجيء المسيح مباشرة لو ماشيين تاريخيا معايا ده سياق الكلام اللي بيقوله زكريا من أول عدد واحد لغاية ما يوصل لعدد تماني فزكريا حينتقل الجزء الهام جدا المخلص ليه لأنه لما بيوضح زكريا بيقول أن الشعب حيبتدي يلتفت لربنا والشعب حيبتدي يكون عايز من ربنا الخلاص وده فعلا حصل في زمن المكابيين وفي نهاية زمن المكابيين فربنا حيبتدي يوضح لهم أنه هو مش هيخلصهم بقوة جيش يكون أقوى من جيوش اليونان والرومان معايا لا ده الرب حيوضح أنه هو يهوى حيوضح أنه هو حينقذ شعبه بجيش مش بجيش ضخم ولكن حينقذهم بواحد بس هو ملك وديع اللي هو المسايا الخلاص هيتم بشخص مش هيتم بجيش هيفضلوا شايفين جيوش ضخمة رايحة جاية تبقى بخوفهم باستمرار ولكن الخلاص هجيهم بشخص وليس بجيش من هنا يبدأ كلامه عن المسيح فعرفنا الجزء اللي قبل النبوة بتاعة بتاهجية جدا يا ابنة صهيون هو بيتكلم أصلا زكريا عن إيه يبدأ بقى في العدد الأساسي اللي هو بتدور حوالي كل الشبهات بتاعت النهاردة ابتهجي جدا يا ابنة صهيون كيف يا بنت أورشالين هو زى ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكبا على حمارك وعلى جحش ابن أتاك الكلام هنا عن ملك يهودي وديع عادل منصور لكن هنا بيتكلم حكتين في البداية ابنة صهيون بنت أورشالين جبل صهيون أو جبل الهيكل ايه اللي يعتمد عليه؟ الهيكل فهو هنا لما يقول ابنة صهيون هو يقصد منطقة الهيكل واحتفال الشعب بيه لما يقول بنت أورشالين فيه ماس كتير بتاخد التعبير ده خاصة زي ما قالوا رب يسوع المسيح يا بنات أورشالين بيفكروا بيتكلم على بنات الحتة بنات المدينة أورشالين ده مش صح احيانا بيجي بنفس بالمعنى ده صحيح ولكن مش ده المعنى الأساسي اللي مقصود بتعبير بنت أورشالين أو بنات أورشالين حد يعرف تعبير بنات أورشالين مقصود بي إيه تعرفوا ان ده المقصود بيه الأساسي القرى أو المنطقة الزراعية المحيطة بالمدينة في الماضي دايما لما تبقى في مدينة زي أورشالين أو غيرها المدينة دي تبقى محاطة بأسوار المدينة بيسكنها الناس الأغنياء القادة والملوك والأغنياء والتجار والكلام ده كله الناس العادية الناس البسيطة الشعب العامة بيعيش فين الشعب بيعيش في المنطقة المحيطة اللي يسميها الكتاب المقدس كورت المدينة اللي ما بيبقاش فيه لأسوار ولا غيره المدينة لو الأسوار بتاعتها أدوبك 20 كيلو في 20 كيلو ولا 30 في 30 كيلو بس آسف ده رقم كبير 7-8 كيلو في 7-8 كيلو بس ده لو مدينة ضخمة ما تشيلش الشعب كله الشعب بيعيش فين بيعيش في المنطقة المحيطة الحقول يسميها كور الكورة الكورة دي ممكن يكون فيها قرية أو أكتر ممكن يسميها بنت على منطقة كلها أو بنات فالتعبير التاريخي اللي فاهمينه حتى الآن اليهود لما يقول بنت مدينة بنت مدينة معناها المنطقة المحيطة بالمدينة الحقول المكان اللي قاعدين فيه المزارعين القرية الصغيرة اللي قاعدين فيها الفلاحين اللي بيزراعوا الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة اللي أول ما ييجي هجوم يجروا على طول ويدخلوا أسوار المدينة ويستخبوا ولما يلحقش يجري طبعا بيتقتر أوكي فهو ده اللي بيتكلم عنه تعبير ده مشهور جدا عند اليهود وخاصة في القديم طب أأكد كلامي بدليل كتابي أن لما يقول بنت مدينة يقصد بيها القرية اللي جنب بالمدينة أو القرى اللي جنب المدينة 0149-2 يقول لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأسمع في رب بنت عمون جلبت حرب معايا وتصير تلا وتحرق بناتها بالنار ربة بني عمون ده المدينة الأساسية تتحرق بناتها القرى المحيطة بيها أثناء الحصار بتاحها دايما لما ييجي جيش قوي يحصر مدينة كبيرة زي ربة بني عمون يعمل إيه طبعا لما ييجي تروح مقفولة البيبان والأسوار الناس اللي لحقت تجري دخلت لحقت ما لحقتش بتتقتل وييجي هو يحرق كل القرى المحيطة عشان ما يبقاش عندهم مصادر لا أكل ولا غزة ولا غيره ويبتدي يقيم الحاجات بتاعته والأسلحة بتاعته بتاعته ان هو يهاجم الأسوار اللي قدامه فأرمية لما بيتكلم هنا بيقول لما حييجي ربة بني عمون حييجي عليها الحرب اللي حيحصل إيه القرى اللي حواليها حتتحرق فبنات المقصود بالقرى المحيطة بمدينة ربة بني عمون أيضا في حسقيال 7.16.46 أختك الكبرى السامرة هي وبناتها الساكنة عن شمالك يعني السامرة كان مدينة الكبيرة وبناتها القرى المحيطة بيها أختك الصغرى الساكنة عن يمينك هي سادوم وبناتها المنطقة الأديمة بتاعت سادوم والقرى المحيطة بيها فالسامرة وبناتها هو تعبير عن مدينة السامرة والقرى المحيطة بيها ونفس الأمر عن سادوم وبناتها هو سادوم والدائرة المحيطة بيها زي ما سميها سفر التكوين بل الرب يسوع المسيح نفسه لما بيقول في إنجيل لؤة 23-28 التفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشالين لا تبكين علي بل ابكين أنفسكونا وعلى أولادكونا بنات أورشالين هنا المقصود بيها مش مدينة أورشالين نفسها القرى المحيطة بأورشالين وفعلا دولة بهدلوا سنة 67 ميلادية لما بدأ الحصار الروماني لأورشالين لأن الناس اللي ليها مكانة عرفت تدخل أورشالين وتقفل عليها الأسوار ونجوا 3 سنين لغاية ما خربت أورشالين 70 ميلادية ولكن القرى والناس الشعب وأولاد القرى اللي عايشين في القرى حوالين أورشالين اللي هم القرى دي تسمى بنات أورشالين دولة اتبهدلوا وفعلا فعلا الرومان استخدموا منهم جزء في الصخرة بشكل صعب وقتلوا ودبحوا البقين فلما يقول بنات مدينة بيقصد أو بنت مدينة يقصد المنطقة المحيطة بالمدينة القرية الحقول المنطقة الزراعية أو القرية اللي سكنين فيها الفلاحين اللي بيزرعوا الحقول اللي حوالين هذه المدينة اتفهم الكلام برأسه ده أقوله في النقطة دي لو فهمتوني اكتبوا لي بس سبعة تأكد ان النقطة وصلت لأن الموضوع ده ليه بعد مهم جدا اللي قولت في الجزء ده حشرح ليه الحقيقة هنا بيشير لحاجتين مهمين يمكن ناس كتيرة ما تاخدش بالها منهم في سياق الكلام هو بيحدد ان الملك الوديع انتصر العادل اللي داخل ده ده متجه لفين لما بيقول بنت صهيون اتجاهه هيكون اتجاهه فين هيكون اتجاهه الى الهيكل يعني النبوة بتحدد اللي جاي راكبا على أتان النبوة بتحدد بمنتهى الدقة هو اتجاهه هيكون ازاي لا هيكون بيلفي في شوارع أرشاليم ولا هيكون متجه من قصر جوه أرشاليم وخارج لبرة في رحلة سلام ولا غيره ده بيكلم على انه هتكون اتجاهه جاي متجه للهيكل وهو جالس على جحش ابن أتان فهمتوني يعني تعبير بنت صهيون ده خطير جدا ده بيحدد اتجاه الحاجة التانية وده بالضبط اللي حصل مع الرب يسوع المسيح اللي مضى في طريقه يوم احد الشعنين كان متجه من الخارج ولكن جاي الى الهيكل معايا وقادي الخريطة بتاع الطريق اللي صار فيه الرب يسوع المسيح يوم احد الشعنين لما كانوا بيقولوله طب بنت أرشاليم وتهتف بنت أرشاليم يعني ايه دي على فكرة برضو لها معنى خطير جدا جدا في النبوة دي يعني مش بس يهتفونه ملك غلو جميل وإيه وخلاص تحية للملك لا 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 ده الهتاف مش هيبقى في المدينة ده الهتاف حيبدأ بكثرة وبقوة من البنت أرشاليم أي المنطقة الزراعية المحيطة بأرشاليم يعني ايه يعني المنطقة المحيطة بأرشاليم في توقيت دخول هذا الملك الوديع حتكون هذه المنطقة مليانة بشعب كثير جدا شعب كثيف مقيم في هذه المنطقة في هذا الزمان ليه ليه يكون في شعب كثير جدا موجود في المنطقة المحيطة بأرشاليم أو ده بيحصل إمتى ده بيحصل كل سنة في وقت عيد الفصح لما يجتمع كل الشعب علشان ييجي يحتفل بعيد الفصح في الهيكل في أرشاليم وده لقل هلنا الكتاب المقدس وده التاريخ اليهودي اللي ذكر هذه المنطقة فالحقيقة لما قال بنته صهيون هو حدد لنا نقطة خطيرة جدا حدد لنا إيه؟ حدد لنا أن هو بيتكلم على اتجاهه جاي من فين ورايح فين؟ جاي من بره أرشاليم ومتاجه للهيكل واو ده مش بيقولها بالصدفة ده عارف بالضبط زكريا هو بيقول أنه بإرشاد الروح القدس ده بيحدد اتجاهه وما يكتفيش باتجاهه كمان يحدد التوقيت أنه دخوله هيكون في توقيت المنطقة زحمة جدا عشان هيكون قرب عيد الفصح اللي تبقى المنطقة المحيطة بأرشاليم مليانة شعب فلما يأتي الميسايا الملك الوديع وعلى جحشه داخل إلى أرشاليم الشعب اللي يهتف يبقى عدد ضخم ويهتفوا من فيه مش في أرشاليم من جوة ده يهتفوا من بنات أرشاليم اللي فهمني في النقطتين دولة يريد يكتب لي سرعة وليه الناس في عيد الفصح هو التوقيت الوحيد اللي ما ينفعش يعود الشعب بالكامل في أرشاليم لأنه في عيد الفصح أرشاليم ما تسعش العدد الضخمة اللي بتيجي من كل مكان عشان عيد الفصح فعشان كده الناس يعودوا في المناطق المحيطة الناس المصريين يمكن يفهموني لما أقول النقطة دي عارفين لما يكون فيه احتفالية في أحد الأديورة دير قديسة ديميانا دير ماري جيرجس دير غير ويبقى فيه الاحتفالية السنوية بتاعته وفيه ناس كتيرة بتحب تروح تحضره عشان تاخد بركة وطبعا الدير ما يستوعبش عدد الناس كلها اللي جاي رغم أن في الحالة العادية الدير لو جالوا الزيارات من الناس بيقدر يحطوهم في بيت الضيافة لكن لما فيه في الموسم ما يقدرش يستوعب الناس فتلاقي الناس دايما كالعادة كل سنة بتقعد في خيام حوالين الدير وليس فيه أصوار المولد بالزبط ده بالزبط اللي كان بيحصل في أرشاليم ده اللي بيقوله زكريا النبي لما بيحدد نقطة بنات أرشاليم أو بنت أرشاليم فهمت خطورة المقدمة اللي بدأ بيها زكريا النبي ده حدد لنا حاجتين مهمين جدا حتى الآن حدد لنا إنه الاتجاه حيكون متجه للهيكل إنه جاي من برة من خارج أرشاليم ومتجه للهيكل حدد لنا حاجة تانية خطيرة جدا وأيضا التوقيت إن الكلام ده حيحصل في عيد الفسح إيه رأيكم في الكلام ده؟ بالصدفة جات مع زكريا صح؟ بيخمن كان فالنبوة أعمق بكتير مما يتخيلها كثيرين ويركزوا بس على تعبير أتان ولا جحشة رغم أنهم مفهومش خطأ وحندرس الموضوع ده بالتفصيل لكن النبوة حددت توقيت وحددت اتجاه معايا كلام ده لم يحدث في لاب زمن زكريا ولا بعده ولا حتى بعد المسيح ما حصلتش غير مع المسيح بس ده حتى بعد المسيح خربة أرشاليم سنة سبعين ميلادية زي ما حضراتكم عارفين واللي اتفرقوا اليهود وما رجعوش لغاية سنة 1948 ميلادية وطبعا عمر الحدث ده ما حصل في أرشاليم من ساعة ما رجعت 1948 ولا حتى الآن معايا فبالفعل تاريخيا النبوة ده ما حصلتش غير على المسيح واتجاه ما حصلتش غير مع المسيح وتوقيت ما حصلتش غير مع المسيح وبالفعل ابتهجت جدا ابنة صهيون وكان فعلا متجه في طريقه إلى صهيون هتفت ليه الشعوب اللي في القرى المجورة لأرشاليم يوم حد الشعانين لأن ده كان أربع ايد الفصح وكان فعلا كان يوجد استحام زي ما وصف الكتاب المقدس وهدف له أي هو شعنة اللي هو يا يهو شعنة يا يهو خلصنا مع ملاحظة أن رمزية ابنة طوريم هو ترمز للكنيسة اللي بدأت يهودية وانتشرت للعالم ولكن أنا مش بتكلم على المعاني الروحية الموضوع اللي أنا بقوله مليان بالرموز والمعاني الروحية بس مش ده تركيز الآن للأسف انتو عارفين خدمة دايما اللي هوت الدفاع بتبقى خدمة جافة بتبقى معلومات وحقائق وفاكتس أكتر من تأملات ورموز anyway يكمل بقيت الكلام ويقول إيه بعد ما قال يا بنت أرشاليم هو زي ملكك يأتيك يعني مش خارج منك مش في يوم عيد الفصح حيكون طالع من أرشاليم رايح أي حتة لا ده حيكون جاي لأرشاليم التوقيت ده ما ينفعش ان يكون ملك جاي من حاجة تانية رسمية لأنه قبل عيد الفصح لازم بيكون فيه الاستعداد إلا لو كان ملك أرشاليم يقيم خارج أرشاليم فاهميني لأن لو ملك أرشاليم كان يقيم داخل أرشاليم في هذا التوقيت ما يسيبش أرشاليم ويخرج وما يقولش جايلك فهنا الكلام ليس عن أي شخص بل يتكلم عن المسيح الملك اللي كان ينتظر اليهود مع ملاحظة إن من وقت زكريا لم يدخل ملك واحد بهذه الطريقة أرشاليم إلى الرب يسوع المسيح لو حد عارف في التاريخ إن الحادثة دي حصلت مع أي حد من زمن زكريا وحتى الآن غير الرب يسوع المسيح يقدمه عادل أي يأتي لتحقيق العاد هو بيقول العادل هو Righteous مع ملاحظة إن هو عادل ولكن وديع ومسالم فالعدل اللي بيتكلم عنه هنا هو العدل الأساسي دافع تمن الخطيئة العدل الإلهي دافع تمن الخطيئة اللي يستوجبه العدل الإلهي أجرة الخطيئة اللي هو الموت والوحيد اللي يقدر يدفع تمن العدل الإلهي هو الرب كلمة منصور اللي هي جات بالتراجم الإنجليزية having salvation أو have victory انتصار سوح نهدها بمعنى انتصار ينتصر أو بمعنى يحقق الخلاص هو ليس منتصر في حرب ولكن هو مكتب له الانتصار ويتتميم الخلاص بالمعنين حيتم ليه إمتى بعد ما يتمم العدل الإلهي يعني زكريا بيتكلم أنه الملك الوديع ده جاي لإيه جاي لحكتم مع بعض يتممهم في نفس الوقت العدل والخلاص واو حد يقدر يقول لي ملك يهودي عرف يتمم النقطتين دولا مع بعض العدل والخلاص خمنوا كده حد ييجي في ذهنكم لا سمح الله ولا حد مش يهودي صيني أي حد تاني عرف يحقق النقطتين دولا فهنا بيتكلم على أنه جاي للعدل وجاي للخلاص وحيحقق الاتنين في نفس الوقت وحيحققهم إزاي بالوداعة فكلام يكمل ويقول أن الملك العادل ده المنتصر بتاع العدل وبتاع الخلاص حيدخلها مش بقوة جيش وحيحقق العدل والخلاص مش بالجيش مش بالقوة لكن بالوداعة فهيقوله هنا يتفق مع أشعياء بالزبط نفس الفكر ويؤكد أن الكلام ليس عن ملك أرضي ومش أي حد من أبناء داود بل يتكلم على يهوى نفسه فين؟ فأشعية 62-11 هو ذا الرب قد أخر إلى أقصى الأرض قولوا لابنة صهيون هو ذا أخلصك آت ها أجرت معه وجزاء أمامه نفس الكلام اللي بيقوله زكريا هو نفس الكلام اللي بيقوله أشعية النجم فيتكلموا لاتنين على الجي المخلص يهوى الرب يهوى نفسه أيضا سفر أشعية 63-5 المتكلم هو يهوى ويقول فنظرت ولم يكن معين وتحيرت وإذ لم يكن عام فخلصت لي زراعي زراعي الرب زراع يهوى نفسه مش حد تاني ده يكشف لن النبوة أكتر أن النبوة عن مجيء يهوى بشكل متواضع لتحقيق العدل الإلهي والخلاص الإلهي ولكن لما حيكون جاي حيكون جاي في شكل وديع يعني المخلص ده رغم أنه هو يهوى إلا أنه جاي في صورة إنسان متواضع ده اللي قاله لنا العهد الجديد في كرونسوس التانية 8-9 فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقر نبدأ في الجزء المهم بقى وعلى عليه الخلافات واللي سابقواه لكل الكلام الأولاني المهم ومسكوا بس في كلمة حمار بدل كلمة أتاة راكبا على حمار الكلمة في العبري جد بالمذكر كلمة خمور معايا وفعلاً حمار في المذكر خمور ومؤنسها في العبري اللي هي الأتان هي إثنوت أو إثنوت لكن ملحوظة مهمة ورجعوا النقطة دي من ورايا وافتحوا القواميس العبرية وشوفوا إذا كان الكلام اللي بقولوا صحة ولا خطأ كلمة خمور أو حمار بالمذكر هي ليست بالشرط تعني حمار جنس مذكر فقط الكلمة دي تستخدم لتحديد أنه هو يتكلم نوع الحيوان ده من جنس الحمير وليس مثلا من جنس الحصين أو من الجمال أو غيره يعني إيه اللي أنا بقوله يعني أقصد الكلمة دي تصدم كثيراً في العهد القديم العبري كلمة خمور لا يقصد به أنه يحدد أن هذا الحمار هو ذكر ولكن يقصد يحدد أن هذا الحيوان من جنس الحمير سواء مذكر أو مؤنس يعني هي كلمة عامة كتير جداً استخدمت كلمة خمور بالعبري اللي هو حمار بالصيغة المذكر رغم أن كان المقصود بيها مؤنس دليلي حلو قوي أولاً أبدأ بالقواميس قواميس العبرية على سبيل المثال The Complete Word Study Dictionary اللي هو قموز كلمات الكتاب المقدس تحت رقم H2543 يتكلم على كلمة خمور أنون اسم مذكر فمينان مؤنس يعني الكلمة دي بتيجي هي نفس الكلمة بتيجي بمذكر ومؤنس تستخدم على الاتنين يعني زكريا 99 لم يقصد specifically حمار مذكر لا دي كلمة عامة تيجتي للإسلامين الكلمة دي زي ما يقول القموس referring to a donkey يعني يشير إلى حمار سواء مذكر أو مؤنس معايا طيب أعداد من الكتاب المقدس تؤكد هذا الكلام سفر خروج 13 13 ولكن كل بكر حمار كلمة اللي جاية في العبري خمور كلمة خمور هنا المفروض حمار مذكر لكن هنا بيتكلم على حمار يالت أنا معرفتش في حياتي أنه الحمار المذكر بيولد دي مش موجودة في حدنا في البلد أنا عارف أن الأتاني اللي يولد صح فهنا يتكلم على بكر حمار لغم أن اللي ولد بكر هنا بيتكلم على المؤنس الأتان ورغم ذلك يستخدم كلمة خمور نفس الأمر في خروج 34 20 أما بكر الحمار ولا يقصد بي الحمار المذكر يقصد بي الحمار المؤنس ورغم كده جاد خمور زي بالظبط لما تيجي كلمة إنسان وما يقصدش بيها رجل أو أنسة يقصد بيها حاجة عامة بل ممكن في العدد اللي فات بكر إنسان يقصد بيها الأنسة معايا فالكلمة العبري خمور هنا اللي جات مذكر رغم أن هنا يقصد بيها الأنسة اللي تلد الأنسة والبكر بيسمى البكر للأنسة فلما يستخدم خمور يقصد بيها الفصيلة بالظبط لا يا لكن لا يقصد بيها الجنس معايا بل ممكن تستخدم إنه يقصد بيها الجنس المؤنس وتستخدم كمعنى فصيلة أيضا لما يذكر حمار كلمة خمور أحيانا نسقط معنى عام مذكرة مؤنس معنى على سبيل المثال خروج عشرين سبعتاشر لما يقول لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره هل معناها أن أنت تشتهي ما تشتهيش حمار الزكر لكن تشتهي أنت تسرع حماره الأنسة أتانه لا طبعا فكلمة خمور يقصد بيها الجنسية أو يقصد بيها الفصيلة ما يقصدش بيها الجنس مذكر أو مؤنس معنى عام أيضا في سفر خروج واحد وعشرين ثلاثة وثلاثين إذا فتح إنسان بئر أو حفر إنسان بئرا ولم يغطيه فوقع فيه ثور أو حمار هل يتكلم أن هنا لو وقع حمار يعمل كذا لكن لو كان مؤنس ما يعملش لا طبعا فالكلمة تفهم عن فرد من جنس أو من فصيلة الحمير وليس نوع زكان زكرا أو عزة واضح النقطة دي لو واضح لحضراتكم طمنوني أنه أغلب حضراتكم وستطلوا الفكرة فاكتبوا لي سمع جميل عرفنا أنه زكريا تسعة تسعة كلمة حمار اللي جات في العبري خمور لا يقصد بيها مذكر أو مؤنس لكن يقصد بيها الفصيلة بمعنى عام جميل السبعينية لما ترجمت الكلمة دي حطت لها تعبير محايد اللي هي الكلمة الهوبوزيجيون كلمة الهوبوزيجيون يعني حيوان حامل أسقال اللي يستخدم كثيرا على فصيلة الحمير قموس ثاير لهذه الكلمة الهوبوزيجيون هوبوزيجيون آسف يعني أنضر يعني تحت أسقال بيست أوف بيردن يعني حيوان أو وحش للأسقال اللي هو آس أو حمار أوكي والكلمة دي محايدة فالاتنين العبري والسبعينية الاتنين استخدموا كلمة محايدة مفهوم يعني إيه محايد طبعا في العربي مفيش غير مذكر ومؤنس بس للأسف ولكن فهمنا معنى محايد إنه فيه اللغة زي اليوناني فيها المذكر والمؤنس والمحايد فاللفز اللي استخدم في العبري هو جاي بتصريف مذكر ولكن يقصد به الاتنين وأحيانا بيستخدم على المؤنس واللفز اللي جيه في السبعينية هو أصلا لفزيا لغويا محايد معاه وعشان كده حتى الكلمة دي هوبوزيجيون استخدمت على سبيل المثال في صفر العدد صاحة 22-28 وخروج 23-4 وغيره على مذكر ومؤنس أيضا تعبير هوبوزيجيون هو ده اللي استخدمه متى البشير ولكن في الجزء الثاني اللي هو ابن أتان مش في الجزء الأول على فكرة متى البشير استخدم تعبير أدق في اليوناني هو ترجمة أفضل لللفز العبري خمور عن اللي استخدمته السبعينية هارجع للنقطة دي فيه ما بعد في الجزء الثاني كويس فالتعبير ده مقصود به محايد للجنس يقصد به فصيلة الحمير عشان كده الترجمة الإنجليزية كتبت كلمة اس على الاتنيني زكريا النبي يتكلم على حيوانين وليس واحد الأولاني كلمة خمور اللي عرفناه إن هو حمار جاية تصريفها مذكر ولكن تستخدم على الاتنين تنفع مذكر ومؤنس والكائن الثاني اللي هو جحش فيقول اللفظ على حمار وعلى جحش ابن أتان أو في العبري على خمور في العل عيير بن إثنوت أوكي فالعبري بيقول على أي اللي هي في العربي على خمور اللي هو قلت لحضراتكم حمار ذي اللي هي حرف الفاف العبري اللي هو للإضافة عل وعلى عيير اللي هو جحش بن إثنوت اللي هو ابن أتان فالعبري لفظا ومعنى يتكلم على كائنين الفاف هنه إضافة للبعض حاول يدعي لا 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 دي يمكن تكرار شعري لا ما فيش حاجة اسمها تكرار شعري في العدد ده وعلى يصلح تكرار شعري إننا لكائنين ما ينفعش ما ينفعش كائنين أقول عليهم دول صفتين يعني ما ينفعش حمار وجحش وأقول عليهم صفتين لأن الحمار يختلف عن جحش فحرف الفاف العبري اللي هو يساوي الواو العربي لما تقول حمار وجحش هو يساوي نفس الأمر بفاف العبري وجات حتى بإشارة مؤكد أن هو حرف إضافة فهو يتكلم عن حيوانين الأول من جنس الحمير كبير والتاني جحش ابن أتان صغير محدش ينفع يقول عليها تعبير بلاغي لأن هنا بيتكلم على اثنين مختلفتين ما ينفعش أقول لا دول صفتين لكائن واحد حمار كبير صغير ده اسمه آسف التعبير اسمه يعني هرا ما تنفعش تقول صفتين متضدتين لكائن واحد وتقول الفاف اللي جات هنا اللواء اللي جات هنا دي للتكرار لا فالحمار اللي هو من فصيلة الحمير الكائن الكبير البالغ الجحش اللي هو الصغير فالكلام عن حيوانين الأول جنس الحمير كبير والتاني جحش صغير فعرفنا حكتين زكريا زكريا يتكلم عن حمار ب معنى عام فصيلة ما بيحددش مذكرة مؤنس والكلمة دي استخدمت على المؤنس أيضا لا يوجد فيها أي خطأ ويتكلم عن كائنين الأول واحد من فصيلة الحمير كبير والتاني جحش صغير في السبعينية استخدمت في الإضافة كلمة واضحة جدا للإضافة اللي هو كاي كلمة كاي في الفناني دي معروفة فبيقول يعني راكبا على أتان وعلى جحش صغير معايا نفس الأمر في ترجمة الفولجات اللاتيني ولو عايزين أعدد لكم في الترجمات للصبح أيضا الفولجات اللاتين قالت سبير اللي هو على أسنوم اللي هو حمار أو أتان ايت و سبير على حلوم جحش فيلين ابن أسيين أتان اللي هي في الإنجليزي ريجويس والغاية ما يوصل للعدد على أتان وعلى جحش ابن أتان فيوضح أن اللي يستخدم فيه الركوب حيكون هو الجحش ابن الأتان والحمار الأول حيكون معاه أو الأتان حيكون مصاحب له فالحيوان الأول اللي هو من جنس الحمير اللي هو الكبير حيكون مصاحب والأساس اللي مستخدم هو الجحش مع ملاحظة أن اليهود فهموا أن اللي يركب عليه الميصايا هو الجحش وده مش كلام المسيحيين ده مش كلام متى البشير ده كلام اليهود كمان ولا يكون بجواره آخر ولكي يكون بجواره آخر مذكر أو مؤنس هو يكون مؤنس مصاحب له أمه تكون معاه والسبب أن هم من ليه قالوا الكلام ده قالوا لأنه إبراهيم حسب التقليد اليهودي لما ذهب يقدم ابنه زبيحة هو شد على جحش وحط عليه الحاجات اللي هو هيستخدمها أيضا موسى عندما أخرج أبناءه من ميديان هو في طريقه برضو استخدم جحش فقالوا لازم الميصايا اللي زي إبراهيم وزي موسى وأعظم من الاتنين هيكون نفس الأمر أنه لن يأتي على حصان ولكن هيأتي على جحش بل قالوا كمان يعني دي زيادة من عند اليهود أن هذا الجحش سيولد في يوم سبت ولكن ده مش موضوعنا الآن ليها قصة طويلة وعشان كده حتى ربي يسوع المسيح كان ليه إشارة في موضوع يوم السبت ولكن آدي المرجع اللي قال هذا الكلام من اليهود وآدي آخر قال نفس الأمر من الكتابات اليهودية نكمل مع بعض مع ملاحظة حاجة مهمة ده بيئيا أي حد في الفلاحين يكون عارف الموضوع ده عشان جحش يصير أول مرة أول مرة يستخدم فيه إن هو حد يستخدمه عشان يصير بخط مستقيم لسه ما تمش تدريبه على هذا الأمر محتاج إن يكون ساير بجوار أمه الأتان عشان يتضرب ويمشي في خط مستقيم ولهذا بيئيا وجود الأتان ده صحيح أول مرة جحش حيمشي فيها ويبتدي يعني يعمل هذا الأمر لازم يكون جنبه الأتان عشان يمشي في خط مستقيم وعشان كده ده يأكد لي إن التعبير اللي بيكتبه زكريا 9-9 هو بيقول أتان وجحش ابن أتان فهنا رغم إن هو استخدم كلمة خمور العبري رغم إن هي جاية تصريف مذكر ولكن هو يقصد بيها مؤنس جنس الحمار وده استخدم أكتر من مرة بهذه الطريقة في العهد القديم وشرحتها قبل كده بالأمثلة اللي أنا قدمتها حتى الآن طبعا الموضوع ده فيه رمز مهم جدا إن الملك اللي جاي لازم يكون جنبه ركوبة أخرى بجواره يعني إيه الملك لما يكون داخل مكان الملك ما بيكونش معاه بس الحصان اللي هو الملوكي لا بيكون كمان فيه حصان آخر احتياطي جنبه جست إن كيس يعني لو حصلت حاجة للحصان الأول على طول الملك ما ينفعش لو حصل حاجة حصان عي أو مات ما ينفعش لسه حيرتبه حد تاني لازم يكون البديل مباشرة جاهز آه الحصان احتياطي فعشان كده برضه تأكيدا إن المسيح ده الملك وهو داخل على الجحش لازم يكون فيه واحد احتياطي بجواره بس ليه أتان أو وجحش وليس حصان لأن الحصان رمز للحرب الملك اللي بيكون داخل للسلام بيكون جاي على جحش في هذا الزمان معايا لو جايب في سلام الملك بيكون جاي على حمار أو على جحش إعلانة للسلام لأن الحمير لا تستخدم في الحرب وتكون بجواره أمه عشان يسير بخطه مستقيم ويكون احتياطي للملك فذكر النبوة لهذه الطريقة تؤكد إن المسايا اللي جاي حيكون جاي لأنه ملك السلام مش بس ملك أرضي بل حتى بعض حسب ما تقول بعض القصص اليهودية القديمة يقولوا اللي بيكلم عنه زكريا دا للمسايا حيكون جحش بري من قطيع حمير برية بيتم تقييدها يعني يروحوا يصطدوها ويقيدوها ويدوها للعايز يستخدمها وممكن يطلقها مرة تانية الكلام ده هتلوه في قاد المرجع قدام حضراتكم ذكر هذه النقطة يعني إيه النقطة دي هرجع لها مرة تانية في الرد على شبهة الدعاء أنه المسيح أرسل ترميزه عشان يسرقله جحش حاجة يعني حاجة سخيفة لكن برضو هنرد عليها مع بعض فهنا المسيح داخل كملك ملك سلام متاجه للهيكل حيكون في زمن مزدحم حيكونوا بيحتفلوا بعيد الفصح فشعب كتير حوالين أرشالين في بنته أرشالين حيكون جاي على جحش وحيكون بجواره أتان أم هذا الجحش عشان هذا الجحش استخدم لأول مرة سمعتكم كلام اليهود الحداسة بنفسكم النهاردة الصبح أنه بيقولوا أن ديوا النبوة نبوة مسيانية عشان لما يجي حد يكون غير أمين ويقول لكم اليهود أنكروا أن الكلام ده عن المسايا أصلا وقالوها عن أي ملك أرضي آخر لا تعرفوا أن الكلام ده مش أمانا تفسيرات اليهود شرح المفسرين اليهود كتير منهم زي ابن عزر حسب ما نقل منه جيل المفسر المسيحي فابن عزر المفسر اليهودي قال هذه نبوة عن المسايا ابن داود اللي هو على زكريا 9.9 It is Messiah the son of David أيضا قال جاركي المفسر اليهودي وأكد أن ده مستحيل أن ينطبق على أي آخر إلا المسايا جاركي قال بنافس الكلام اللي قالوا مفسرين يهود كتير على سبيل المثال اللي قاله راشد تفسير راشد من المستحيل أن نفسر هذه إلا كإشارة للملك المسايا المسيح يعني لأنه يقول يا رقم البحر للبحر ولم نجد ملك في إسرائيل كان له هذا الملك في أيام الهيكل الثاني هذه نص الكلام تفسير راشد عادل ومنصور لأنه مخلص بيهوة مخلص بيهوة راكبا على حباك رمز للتواضع وعلى جحش ابن أتان كما تكوين 32-16 نفس الكلام اللي عايز أتأكد من الكلام ديرجع لتفسير راشد حلاء الكلام أيضا نفس الكلام اللي قاله كتاب يهود كثيرين زي اللي قاله التلموت وأيضا قاله كتاب الظهر وأيضا قاله بريشيتة رابا واللي امتابعني في الفيديو شايف كل الريفرنسز حطيتها قدام حضراتكم للكلام اللي أنا بقول فأغلب المفسرين اليهود القدامى يبتلكم كلامهم والحداثة سمعته لكم صوتهم بنفسهم أن دي نبوة عن المسايا وليس عن أي ملك آخر أرض يهودي ولا غيره لكن هي كل الإشكالية عندهم أن بعض هؤلاء اليهود لما رفضوا أن يسوع النصري هو المسايا فبيحاول يقولوا أن النبوات لا تنطبق على يسوع النصري بس لكن هل ينكر أن النبوة دي عن المسايا؟ لا وما فيش مفسر يهودي بينكر أن دي عن المسايا فعالعكس اللي قالوا المشاككين لأن اليهود قالوا أن هي نبوة عن المسيح المسايا لكن هما يرفضوا أن يسوع هو المسيح رغم أن النبوة تحققت في يسوع المسيح لفظيا تاريخيا بمنتهى الدقة ولم تتحقق في آخر ورغم ذلك رفضين ومستنيين في المستقبل فهميني؟ طيب كمالة النبوة لأنه ده المهم جدا واللي حاول البعض يقول لا بقيت النبوة تنفي هذا الكلام أن هي نبوة عن المسيح نمل مع بعضه طيب النبوة تتكمل وتقول عدد عشرة أقطع المركبة من إفرايم والفرس من أرشاليم تقطع قوس الحرب يتكامل السلام الملك الوديع للأمم مش بس لليهود وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض ندرس الكلام ده مع بعض أقطع المركبة من إفرايم مين إفرايم ده؟ إفرايم هو عارفين واحد من 12 سبتر وهو واحد من العشر أسباط بتاعت المملكة الشمالية لكن إفرايم اللي هو يعني إثمار مضاعف إفرايم ده بدأ يستخدم كتير على بعد انفصال المملكة اللي هي بعد زمن سليمان لما انفصلت المملكتين ابتدى يستخدم اسم إفرايم كبديل عن اسم مملكة الشمال أو مملكة العشر أسباط ليه؟ لأن إفرايم أصبح أكبر 6 فيه معايا حسب نبوة يعقوب اللي قالها ليوسف في تكوين 48 عن إفرايم ابن يوسف إنه إفرايم أصبح مثل الرأوبين من بك فلما يقول إفرايم ومنسة كرأوبين وشمعون فيستخدم فعلا إفرايم مكان بدل ما يقول المملكة الشمالية أو مملكة إسرائيل أو مملكة العشر أسباط يقول إفرايم خاصة في النبوات دليل نفتح مع بعض سفرة أشعية صحح 7 عدد 5 يقول لأن أرام بيكلم على مملكة الشمالية ويأرام تأمروا على يهوزة فيقول لأن أرام تأمرت عليك بشر مع إفرايم طبعا اللي تأمر مع أرام اللي هو مملكة الشمالية كلها لكن هنا يذكر مملكة الشمالية باسم إفرايم معايا نصعد على يهوزة ونقوضها ونستمتحها لأنفسنا ونملك بسطها ملك ابن طبئيل هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين في مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا ورأس إفرايم السامرة يعني بدل ما يستخدم مملكة السامرة مملكة الشمالية مملكة العشر أسباط يستخدم كلمة إفرايم كبديل لهذا كله فلما يتقال اسم إفرايم في هذا الزمان معناه يقصد المملكة الشمالية كلها فيها يحدد أن إفرايم هو يمثل مملكة الشمالية مملكة السامرة بالكامل لأن أصبح أكبر صبت في العشر أسباط أيضا أشعية تسعة تسعة يقول فيعرف الشعب كله إفرايم وسكان السامرة برضو نفس الموضوع الأرمية في إنذار الرب لليهودية أنه حيعمل فيهم زي ما عمل في المملكة الشمالية إنه تثبت وبدل ما يقول للمملكة الشمالية قال إفرايم 0-107-15 أطرحكم من أمامي كما طرحت كل أخوتكم كل نسل إفرا معايا أيضا سفر هوشعى 55 يقول نفس الأمر فيتعثر إسرائيل وإفراه في اسمهما هوشعى 5-12 ويقول للمملكة الجنوبية يهوزة بس دي يهوزة لأنه هو للمملكة الجنوبية سبطين يهوزة وبين يمين وبين يمين سغر لكن المملكة الشمالية أيضا يقول عليها إفراه أيضا سفر هوشعى 5-12 فأنا لإفرايم يقصد بها المملكة الشمالية كالعث ولبيت يهوزة اللي هي المملكة الجنوبية كالسوس فهو يلقب المملكة الشمالية بإفرايم والمملكة الجنوبية ببيت يهوزة نفس الأمر كمان نفس زكريا نفسه النبي في سفر زكريا الصح اللي بعده على طول استخدم تعبير إفرايم وساوي للمملكة الشمالية كلها لم يقول في زكريا 10-6 وأقوي بيت يهوزة للمملكة الجنوبية وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لهم لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم ويكون إفرايم كجبار يقصد بين مملكة الشمالية فإفرايم يقصد بين مملكة الشمال اللي كانت في زمن المسيح فين منطقة الجليل معايا اللي عاش فيها المسيح واللي بدأ منها خدمته لما يقول يقطع المركبة من إفرايم يعني إيه يعني ما تبقاش في حرب في إفرايم في هذا الزمان والفرس من أورشاليم أورشاليم يقصد بيها أورشاليم عاصمة المملكة الجنوبية ده في زمن زكريا وقبله فلما يقول يقطع الفرس من أورشاليم يقصد بيها أن ما يكونش هناك جيش يحارب في المملكة الجنوبية يعني بيقول إيه في زمن تحقيق النبوة دي ويدين علامة أخرى بالإضافة لكل العلامات اللي فاتت أن في زمن تحقيق هذه النبوة حيكون لسه موجود ناس من اليهود سكنين في الجليل في الجزء الشمالي وناس من اليهود سكنين في الجنوب المملكة الجنوبية اللي هي عاصمتها أورشاليم ولكن الاتنين حيكون بينهم سلام فبيحدد لنا يقصد إيه أن هو يكون ملك سلام يعني السلام حيكون موجود في هذا الزمان مش هو بس ملك السلام اللي جاي يدي شريعة السلام للعالم ده أيضا حيكون فيه سلام ما بين الشمال والجنوب وما فيش حرب بينهم ويؤكد هذا التعبير بكمالة الجزء لما يقول وتقطع قوس الحرب يعني ما يكونش فيه حرب ما بين الشمال وجنوب الموضوع هذا ما حصلش من أيام ابن سليمان لغاية لما رجعوا اليهود من السابي وحصلت شوية مشاكل في زمن المكابيين وبعد ما انتهى زمن المكابيين كان فعلا فيه سلام ما بين الشمال والجنوب يعني من ساعة رحب عام وإبيام وغيره لغاية زمن المكابيين موضوع النبو قد ما تنفعش اتقطعت من إمتى قوس الحرب ما بين الشمال والجنوب فعلا في زمن المسيح معايا هذا يوضح بالتقريب الزمن حيكون إمتى ما ينفعش في وقت انقسام المملكة لأنه سرعة استمر ما ينفعش في وقت السابي لأنهم لديهم موجودين ما ينفعش حتى بعد السابي لأنه في زمن المكابيين كان فيه حروب كتيرة بالفعل بعد زمن المكابيين بحاجة بسيطة جدا والزمن اللي جه فيه الرب يسوع المسيح هو ده اللي تنطبق فيه النبوة وده تاريخيا زمن الرب يسوع المسيح فالنبوة دقيقة جدا عن زمن المسيح وصفات المسيح وتوقيت دخوله ورشاليين النبوة دي تطابق النبوة ذكرت فيه المزامير بنافس الفكر ونفس المعنى عن المسايا ملك السلام فيقول في مزامير 46-9 مسكن الحروب إلى أقصى الأرض يكسر القوس ويقطع الرمح والمركبات يحرقها بالنار برضو عن المسايا في الزمن بتاعه أنه مش هيكون فيه حرب ما بين الشمال والجلود نفس الأمر قاله أشعية اتنين فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ودي شريعة المسيح فعلا شريعة المحب لو معي حد من أسازية الأدمينز يخلي بالهم الناس اللي بتشغل كاميراته كده بالفعل المسيح جاء بشريعة السلام والمحبة وأيضا كما قال المفسرين اليهود آسف أنا جد بالغلط معلش إنه زي كامشي إن ده يتم في زمن المسايا وزي ما قال أشعية نفس الفكر أو ما يشبهه بنفس ما يشبه الألفاظ في سفر أشعية 11 عدد واحد يخرج قضيب من جزع يسا وينبط غصن من طوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم في الكلام ده يؤكد إن هو يتكلم عن ابن يسا ابن داود المسيح الملك يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشهورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولا ذاته تكون فيه مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سامع أذنيه بل كما يسمع يدين زي ما قال الرب يسوع المسيح بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبئيس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متنية والأمانة منطقة حقوة فيزول حسد إفرايم نفس كلام أشعية وانقرض المضايقون من يهوزة يعني إفرايم ويهوزة ما يكونوش في حربه مع بعض من ساعة ما تقسموا وهم من في حرب الغاية قبل زمن المسيح بحاجة بسيطة إفرايم لا يحكي يهوزة ويهوزة لا يضايق إفرايم منتهى الدقة والتحديد لزمن النبوة امتى حيحصل والزمن الوحيد اللي تم فيه هذا السلام بهذا المنظر ما بين إفرايم وما بين يهوزة كان توقيت زمن المسيح وبعدها طبعا بحاجة بسيطة خربة والشريم وما حصلش هذا الأمر مرة تانية معايا ده تاريخيا ينطبق على الرب يسوع المسيح وزال الخلاف بين إفرايم المملكة الشمالية ويهوزة المملكة الجنوبية في زمن المسيح أيضا تحققت رموزه في مبلكة المسيح طبعا في كنستو زي ما قلت مرة تانية النبوة دي مليانة مليانة رموز ولكن كل القلتو حتى الآن في الساعة وربع اللي فات وكلهم دولة أنا ما تطرقتش للمعاني الرمزية ليه؟ لأن أنا برد على شبهة فبقدم حقائق على قدم أقدر ما بدخلش فيه رموز ومعاني حتى الآن فحتى الآن نبوة زكريا تسعة تسعة لا تحتمل الشك أنها تنطبق على المسيح ويتكلم بالسلام للأمم وهو يهودي يهودي ولكن هيتكلم بالسلام للأمميين لا داود ولا سليمان ولا حتى الشاول طبعا قبلهم ولا أي ملك يجي جاي علشان يتكلم بالسلام للأمم لكن المسيح اللي هو الوحيد اللي مملكته وحتى الآن يهودية أممية تلت العالم خاضع لملكه المسيح مملكته اللي هي كنيسته فعلا يهودية أممية هو الوحيد اللي انطبق عليه هذا الكلام زي ما يقول معلمنا بوليس الرسول في رسالة الأهل قفصة 2-17 فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين يهود وأمم يتكلم عن مملكة الملك الودي للبحر والبحر دايما نحن عارفين أنه يرمز للعالم عشان كده حتى يقول وده فعلا انطبق فمملكة المسيح تكون مملكة عالمية ملهاش حدود فعشان كده حتى يقول في إنجيل مرء 16-15 وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع إكرزوا بالإنجلي الخليقة كلها يكمل ويقول ومن النهر إلى أقاصي الأرض من النهر اللي هو في هذه المنطقة اللي هو نهر الأردن إلى أقاصي الأرض أي يمتد من الأردن اللي ماشي من الشمال للجنوب يمتد من الأردن شرقا وغربا إلى أقاصي الأرض وبالفعل البشارة انتشرت من هناك إلى أقصى الأرض زي ما قال أشعية النبي في أشعية 62-11 هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آتي ها أجرته معه وجزاءه أمامه يعني الكلام عن الرب الملك الوديع ده هو يهوى نفسه هو اللي هتبقى مملكته لما ييجي وينشر كلمته وسلامه ينتشر البشارة بتاعته إلى أقصى الأرض وده بالفعل اللي يكون جاي وأجرته معه وجزاءه أمامه ده حصل بالطبع في مملكة المسيح زي ما قال المسيح لتلاميذه في أعمال الواحد ثمانية ولكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض أيضا ده اللي قال المزمور اللي شرح تفصيل هذا الأمر ووضح ان الكلام عن ابن داود لا سليمان ولا غيره لكن الملك المسيح في المزمير 2 عدد 7 إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم مراسا لك وأقاصي الأرض ملكا لك أيضا المزمور اللي استشهد به بعض المشاككين ويقولوا النبوة دي على سليمان مش عارف أقول إيه بصراحة إزاي حد يقول إن نبوة زكريا 9-9 على سليمان نبوة بس مرشيرية نبوة بالراجع ما علينا إني أخبر سفر المزمير 72 عدد 7 يقول يشرب فيه أيامه الصديق فالمزمور بيتكلم على المستقبل ويتكلم على الصديق وكثرة السلام لأنه هو ملك السلام إلى أن يضمحل القوم ولا يوجد إنسان عاش إلى الأبد ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاص الأرض برضو على الرب يسوع المسيح أمامه تكثو أهل البرية وأعداءه يلحسون الطراب طبعا عارفين التعبير ده المقصود في مملكة الشيطان العدل والساسي كلام ده نعرف كويس جدا إنه هو عن المسيح وبخاصة إن زكريا بعد سليمان بخمس كرون زكريا يقول نبوة عن سليمان اللي قال اللي مات قبله بخمس كرون أنا مش عارف إزاي يدي ده دي علي لكن ما علينا آخ يا من اسمع فحتى الكتاب اليهود القدامة والحداثة يقولوا إن هذا المزمور أيضا على إزاي يعني مزمور الـ 72 ده يقولوا نفسي اليهود أيضا على إزاي معايا وهذه أحد المراجع لو حايزين تتأكدوا من الكلام اللي أنا بقول استشهد بعضهم بهامش في الترجمة العربية المشتركة ويقولوا الترجمة العربية المشتركة لا ده حددت لنا منطقة محددة وده ما حصلش في زمن المسيح ده قالت من البحر المتوسط للخريج الفارسي إيه بقى كده الكلام ليس عن المسيح بصراحة مش عارف أقول إيه وطبعا المشاككين يسيبوا كل المفسرين المسيحيين ويدوروا على حاجة تنفع يستضوها فاستاضوا هذا ناخد الهامش ده مع بعض الترجمة العربية المشتركة صفحة 1190 الكلام ده أنا بستشهد من طبعة 100 1995 وقادي الهامش قادي صفحة 1190 زكريا 9 9 وقادي الهامش قدام حضراتكم وحكبره لكم دلوقتي يقول يرد قسم من هذه الآيات في ماتة 21-5 ويوحنى 16-15 آسف 12-15 ويقول سأقضي هكذا في العبرية في اليونانية يقضي إفرايم يدل على مملكة إسرائيل زي ما قلت لحضراتكم أو مملكة الشمال ده الكلام اللي أنا قلته لكم من البحر للبحر من البحر المتوسط إلى الخليج الفريسي ومن النهر نهر الفراد إلى أقاص الأرض رغم أنه أرفض الجزء ده يعني مش قابله قوي اللي هو من البحر المتوسط إلى الخليج الفريسي ورغم اعتراضي عن التفسير ده ووضحت أن التفسير يهودية لا تقول هذا كلام ولكن حتى لو تماشينا جدلان مع هذا التعبير الاستدوم طب الهامش بيكمل ويقول ومن النهر إلى أقصى الأرض من نهر الفراد إلى أقاص الأرض أهو طب ليه ما يجابوش الجزء ده يعني برضو حتى الهامش بيؤكد أن الممت المسيح تكون إلى أقاص الأرض فبهذا نتأكد أن الكلام عن زمن المسيح وملك المسيح الروحي وشريعة السلام للمسيح لكن النبوة برضو ما توقفش عند هذا الحد النبوة لها كمالة خطيرة برضو النبوة تكمل وتقول كامل زكريا النبوة ويقول في عدد 11 وأنت أيضا فإني بدم عهدك أبا ده الموضوع في دم عهد قد أطلقت أسرار من الجب الذي ليس فيه هنا يتكلم عن الملك الوديع اللي جاي يحقق إيه العدل الإلهي والخلاص زي ما درسناهم مع بعض اللي يدخل أورشاليم على جحش ابن أتان لكن جاي يحقق العدل والخلاص إزاي بدمه بدم عهده ولما يحقق العدل والعدل الإلهي والخلاص بدم عهده يحصل إيه يطلق أسرى الرجاء من الجب الهوية طب ممكن حد يقولي بزي ما الكلام ده انطبق على مين واحد تاني ماشي معلش أنا على قدي في الفهم قوي ممكن حد يقولي الكلام ده انطبق على مين الكلام هنا ليس عن ملك أرض عادي ولا سليمان ولا غيره ولكن زي ما قالوا اليهود عن المسايا وما ينفعش حتى على المسايا منتظرينه في المستقبل ده على مسايا جهب الفعل وحقق العدل والخلاص بدم عهده وكون عهد جديد المسايا اللي تصلب على عود الصليب وفعلا بدم عهده أطلق أسر الرجاء كلام ده عن المسيح وبس ده حتى منفعش عن حد جاي في المستقبل لأن المأمر ده تم يكمل في عدد 12 إرجاعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء ليه بعد دم العهد أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين تتكلم بوضوح أن بدم المسيح يقيم العهد الجديد ويطلق كل الذين رقدوا في الهوية على رجاء القيامة في العهد القديم لأن يفتح باب الفردوس فحتى لو اكتفينا بكلام زكريا بس بدون ما نوصل للعهد الجديد رغم أن العهد الجديد أكد أن النبوة حصلت عن المسيح لكن النبوة لو ما كان عندنا غير كلام زكريا وبس لو النبوة ما كان عندنا عنها أي شيء وما ذكر العهد جديد عنها شيء كلام زكريا فقط تؤكد أن هي نبوة واضحة عن المسيح ولا تقبل الفصال وانطبقت على الرب يسوع المسيح بولوه مع ملاحظة أن النبوة ذكرت في بركة يعقوب بطريقة تانية لما يقول في تكوين 49 10 لا يزول قضيب من يهوزة الملك الملوك جاي من يهوزة مشترع من الملك لي حتى يأتي شلون وشلون اللقب 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 اللذي له وله يكون خضوع شعوب رابط بالكرامة جحشه وبالجفنة ابن آتانو نفس الكلام قاله سفر التكوين بس زكريا فصل شوية الوحي الالهي على لسان زكريا شرح أكتر غسل بالخمر لباسه وبدم العنب بسوبه وطبعا دم العنب المقصود دم العهد الجديد وبرضه يعلن لنا انه الملك اللي جاي من صبت يهوزة برضه ده حيكون على جحش ابن آتانو نفس الكلام فوضح جدا إلا اللي عايز يرفض للرفض حتى لو ما عنده دليل لأنه مش عايز يقبل وجود اله رقيب عليه واضح جدا نبوة زكريا صحح 9 من عدد 9 11 12 هي عن المسيح وانطبقت على رب يسوع المسيح وطبعا العهد جديد أكد لنا انطباق هذه النبوة على رب يسوع المسيح لكن ده سيكون في جزء التالي اللي هنتكلم عليه دلوقتي على طول المهم عرفنا الآتي عرفنا عشر حاجات ريت تركيز معايا ونشوف إذا كنا مطلقين عليها ولا لا واللي مخالف في أي نقطة من النقاط دي أو كلهم يطلع يقول الدليل العكسي عرفنا نقطة الأولانية أن النبوة اللي قالها إلى الرب يسوع عرفنا أن اليهود أنفسهم قرروا أن هي نبوة عن المسايا مش عن حد تاني ثلاثة عرفنا أن النبوة توضح أنه سيدخل متجه إلى الهيكل يعني هكون جاي من بره أرشاليم وداخل إلى الهيكل هذا اللي حصل مع المسيح عرفنا أن النبوة وضحت أن هي حتحصل في توقيت يكون الهيكل مزدحم والمكان حوالين أرشاليم مزدحم يعني توقيت عيد الفصل وعرفنا أن النبوة وضحت أنه سيكون جاي لحقيق العدل الإلهي وده حدث مع المسيح ووضحت أنه سيأتي للخلاص بدم عهده ده اللي قام به المسيح ووضحت أنه سيكون وديع وليس محارب بجيش وده طبعا ينطبق على المسيح تمانية وضحت أنه سيكون راكبا على جحش ابن آتان وده اللي حصل مع المسيح تسعة وضحت أنه سيكون مع هذا الجحش حيوان آخر كبير من فصيلة الحمير وده اللي حصل مع رب يسوع المسيح عشرة وضحت أن الشعب هي اهتيف له ببهجة وده بالضبط اللي حصل مع المسيح لما كانوا لو أردنا نحسب ها بالاحتمالات خلونا ناخد النقطة دي بالاحتمالات مع بعض إيه رأيكم مش هنتكلم على إنسان يهودي يدخل أورشاليم على جحش زي ما بيد داع البعض طممية واحد ولا ألف واحد دا فعلا بالملايين يا ما ناس بالملايين دخلت أورشاليم وهي ركبة جحش إيه المشكلة مش دا اللي بنتكلم عليها واحتمالية إن يكون واحد داخل أورشاليم هو راكب على جحش ومعا أتان قد يكون بالألاف من الملايين دول صح مش دا اللي بنتكلم عليه لكن يدخل بهذه الطريقة ويكون راكب على جحش ومعا أتان ويهتفون له ببهجة لا دا احنا مش نحف إلا في المسيح بس نحن بنتكلم على ثلاث نقط حتى الآن ف النبوة تكمل أكتر وتحقق إن إنسان يهولي يتقال عنه المسايا يدخل بهذا الوصف متجه للهيكة في توقيت الفصح لتحقيق العدل الإلهي وأيضا الخلاص بدم عهده على جحش أتان ومعا أتان ويكون وديع ويهتفوا له عدد البشرية سبع مليار شخص يقدر أن البشر العاشوا على الأرض كلها من بداية الخليقة مية وسبع مليار شخص كويس احتمال إن تكون حصلت الكلام اللي قاله زكريا والعشر نقاط الوضع في نبوه حصلت بالصدفة في المسيح هي احتمالية واحدة من احتماليات إن هي ما تحصل بارها واحد وتسعة من عشرة في عشرة أسمية وعشرة يعني تتعدى حد الاستحالة بكثير جدا جدا فهل زكريا خمن شيء حصل واحتمالية حدوثه مستحيلة حسب علم الإحصاء بهذا المنظر وقوم إيه الاستحالة تحصل في المسيح إيه رأيكم بالفعل كله ده حصل مع المسيح فقط وده كان مستحيل يحصل بالصدف أو يكون تأليف ده معناه إيه ده معناه يؤكد إن الله الخالق العارف بعلمه المسبق اللي أخبر بوحيه لزكريا يقول هذه النبوة بهذه الدقة وتنطبق على المسيح بدقة عشان يثبت إن هو الإله الخالق الحقيقي هو الرب الإله يهو إلهيم الرب يسوع المسيح أرجع بقى لأصل وهدف المشاككين أنا لسه في الجزء الأولاني من الشبهة أنا لسه عندي ثلاث أجزاء تانيين لكن الجزء الأولاني من الشبهة هو ده ليه مني يقول لنا إيه لخصوا هدفهم إن الشبهة دي المشاككين الملحدين يعرفوا إن وجود نبوات عن الرب يسوع المسيح مكتوبة بمئات السنين قبل ميلاده وغيرها زي ما قالوها على حد تعبيرهم معجزة المعجزات شكرا ولو لا يوجد إله مستحيل إن يكون ده حصل لأنه مستحيل يحصل بالصدفة شكرا بخاصة إنها ما حصلتش مع أي واحد تاني مندعي النبوة وديا ميزة تشهد على صدق المسيحية وإله المسيحية لو كانت النبوات دي صح عشان كده هما بيحاول يشكيكوا في النبوات الكلام اللي تقال ده على فكرة مش كلام أنا ده كلام أحد الأخوة الأحباء الملحدين فعايزين ينفو النبوة عشان ينفو عمود مهم في إصداد صحة المسيحية والكتاب المقدس هو وجود إله طب دلوقتي لما عرفنا إن النبوة صحيحة وألفظها دقيقة جدا ولا يمكن تحدث بالصدفة ولكن فعلا حصلت مع الرب يسوع المسيح ومستحيل تحصل بالصدفة أن تتكتب نبوات قبل مجيء إنسان بمئات السنين تنطبق عليه تفصيلا إلا بالفعل لو كان فيه إله هذا الإله علمه غير محدود يعرف كل شيء والمستقبل أمامه مكشوف وأخبر بالوحد أنبياءه أن يكتبوا هذه النبوات عن مجيءه قبل مجيءه بمئات السنين بل بألاف عشان يعمل الكلام ده فيكون شهادة قوية عن وجوده عن وجود هذا الإله الخالق وأنه وحيه مكتوب في الكتاب المقدس وأنه جه وتجسد على شنه من يريد أن يقبل يقبل من يريد أن يرفض يرفض لكن ما يجيش حد يقول ما عندناش دليل على وجود إله طب النبوات تقول عنها إيه النبوات تشهد على وجود إله بطريقة واضحة تماما لكن لو أنت رفض أنت بلا عزر أيها الإنسان أنا لسه مخلص أدوب أكبر